رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمطالبة بالتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين من أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر كانت تتطالع لأن تطالب محكمة العدل الدولية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية والتي تمثل بداية المصار لإنفاذ قواعد القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضده وأكدت مصر على مواصلة التحرقات والاتصالات بالتعاون مع وكلات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين